هكذا بدت تحذيرات الدخول المدرسي على مستوى ابتدائية سويدانية الجديدة بالعاصمة قبيل سويعات من انطلاقه قوائم تفوج التلاميذ على مستوى مدخل المدرسة ساحات نظيفة وتوفر للمعاقمات والكمامات وكذلك حواجز لاحترام التباعد بين التلاميذ قمنا أولا بتقسيم الفوج تربوية الفوج أليف سيكون الدخول يوم الأربعاء إن شاء الله 21 أكتوبر أما الفوج باس سيكون الدخول يوم الخميس حضرنا مسبقا بمساعدة الأولياء مجموعة لابسة بها من الكمامات والمعاقمات واليوم تلقينا معانا من البلدية للمعاقم الكحولي ومجموعة من الكمامات إضافة إلى تعقيم المؤسسة في البداية ممكن أن نقدر نواجه الدخول لكن نتمنى أن هذه الطريقة التموين بهذه الضروريات والأساسيات تكون طريقة دورية كل شهر أقسام معقمة طاولات بها إشارات لتنظيم جلوس الأطفال تطبيقا لإجراءة التباعد بالإضافة إلى مسارات ورسومات توعوية سنحرس نحن الأساديثة داخل الأقسام على تطبيق البروتوكول الصحي بين تلامير بين الحين والآخص أن نقوم بالتوعية عن طريق تذكير تلامير بضرورة غسل اليدين بعد الدخول والخرج من الحمام استخدام المنادين الوراقية أثناء العطس وغير ذلك من الإرشادات والنصائح التي ستكون داخل القسم وضح واجز للدخول وخروج تلاميذ لتفادي الاكتظاظ والتلامس بين التلاميذ أيضا قمنا بتحذير الكمامات والمعقيمات عند الدخول وجهاز قياس الحرارة لكل تلاميذ تقيد بالبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية ضروري لحماية التلاميذ وعمال التربية على حد سواء